موسيقى الزبير بن العوام تعرف على عظماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الزبير بن العوام أعظم مقاتل في التاريخ حيث كان أمهر من حمل السيف وكان يقاتل بسيفين فئان واحد وكان لا يجاريه في الفروسية إلا خالد بن الوليد وكان جيش الكفار يرتعب عند مجرد سماع اسمه وكانوا يلقبونه بالمارد الملدم لشدة قوته وضخامته ومن صفاته أنه كان ضخما مفتول العضلات وكان من شدة طوله أنه إذا ركب على فرسه وصلت رجلاه إلى الأرض هل تعلم أن هناك شيء غريب في قصة معركة بدر وهو أن جميع الملائكة بدون استثناء والذين نزلوا عند آبار بدر تمثلوا على صورة بطل واحد من الأبطال فمن هو هذا الإنسان الذي نزل جبريل عليه السلام في صورته ليقاتل على الأرض أو قل من هو ذلك الفداء الأسطور الذي نزل جيش كامل من الملائكة الكرام على صورته وشكله نعم إنه الزبير بن العوام وما هو سر اختيار الله له بالذات من بين كل البشر ليكون صاحب هذا الشرف العظيم مهما تكلمنا عن هذا البطل لن يكفينا الوقت لكن لنذكر واحدة من أعظم بطولاته الأسطورية معركة حصن بابوليون ومن الشام إلى مصر هناك في قلب مصر تحصن الروم في حصن بابوليون المنيع لمدة سبعة أشهر عجز فيها جيش عمر بن العاص من إحداث أي اختراق فيه عندها قرر الفاروق عمر رضي الله عنه أن يحل هذه المشكلة فأرسل إلى عمر مددا يحتوي على رجال المهمات الصعبة في الجيش الإسلامي من الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة فما إن وصل الزبير بن العوام حتى تفاجأ الروم بفارس عظيم مفتول العضلات لم يحدد إن كان إنسيا أم مخلوقا من عالم آخر يتسلق الحصن كأنه مارد يشق الأصوار شقا بيديه وما هي إلا ثوان معدودة حتى أصبح ذلك العملاق الإسلامي فوق أعلى نقطة في الحصن وعند هذه اللحظة رفع هذا المغامر المقدام سيفه في عنان السماء وصاح بصوت زلزل الأرض كالرعد عندها هارب الروم من تكناتهم من هول ذلك المنظر العجيب لقد كان هذا العملاق هو نفسه ذلك الرجل الذي نزل جبريل عليه السلام بهيئته لقد كان هذا البطل هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه البطل الإسلامي العملاق الزبير بن العوام كانت هذه السطور غيضا من فيض أسطورة حقيقية لفارس حقيقي اسمه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن السيدة صفية عامة النبي صلى الله عليه وسلم